قناة الهدى للإعلام الدعوي تقدم معاصي وأنها سبب لنقمة الله عز وجل وعذابه من ذلك قول أبي حازم أيضا مخاطبا نفسه يوما يا أعرج مخاطب نفسه وذكرنا في حلقات الماضية أنه كان أعرج أحدب فقال يا أعرج ينادى يوم القيامة يا أهل خطيئة كذا وكذا فتقوم معهم ثم ينادى يا أهل خطيئة كذا وكذا فتقوم معهم فأراك يا أعرج تريد أن تقوم مع أهل كل خطيئة لا شك أن هذه موعظة عظيمة وعظ بها نفسه رحمه الله تعالى وسمعه من كان معه من أصحابه من أقبح الشؤم يوم القيامة والغبن أن ينادى العبد مع أهل كل معصية تعلمون يوم القيامة أن أهل الجنة يحشرهم الله عز وجل إليه زمرة فينادى أهل الصيام من باب الصيام وينادى أهل القيام وينادى أهل الصلاة وينادى أهل الجهاد كل ينادى من بابه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الصحابة فسأله أبو بكر يا رسول الله ما على من ينادى من تلك الأبواب كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن تكون منه يعني هل ينادى أحد قال النبي نعم هناك من الناس من ينادى من تلك الأبواب كلها أبواب الجنة كلها وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن شاء الله تعالى يكون منهم أبو بكر وهذا للتحقيق ويشهد له حديث نبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة من أصبح منكم صائما من تبع منكم جنازة من عاد مريضا من صدق بصدقة وكان أبو قر يقول أنا رضي الله تعالى عنه أرضاه فإذا كان هذا حال أهل الطاعة فهو كذلك حال أهل المعصية فإن من الناس من ينادى من أبواب النار كلها وأخطرها باب الشرك لأن الشرك عياذا بالله سبب للخلد في النار إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من النصار ومنها أيضا باب النفاق عياذا بالله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ومنها أيضا باب الكبائر العقوق لوالدين الربا الغدر أخبر النبي أن ينادى على أهل كذب فيقال أولئك الذين كذبوا على ربهم ألا نعنت الله على الكاذبين ومنهم من ينادى من يرفع لواء الغدر والخيانة فأبو حازم هنا يحذر نفسه ويحذرنا أن الإنسان لا يستكتر على نفسه أسباب المعاصي وأسباب دخول النار عياذا بالله فالله عز وجل أخبر عباده في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم وإياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وهذه المعاصي يوم القيامة تنقسم إلى قسمين معاصي خاصة وأخرى عامة المعاصي الخاصة هي التي بين العبد وربه وهذه الله عز وجل يغفرها لمن شاء من عباده يوم القيامة فينادي عبده ويقرره بها فيقول له لمن شاء سبحانه سطتها عليك في الدنيا وأغفرها لك يوم القيامة ومن الناس من يعذب بها بحسبها ثم يخرج من النار ويدخل الجنة أما المعاصي العامة وهي الأخطر والأشد والأدهى والأمر هي أبواب الظلم كلها ظلم الأقارب ظلم الجيران الظلم في أبواب التجارة والأعمال والمعاملات وغير ذلك هذه أخطر لماذا؟ لأنها مبنية على المشاحة وليس على المسامحة أصحابها لن يقولوا لك يوم القيامة الله يسامح كل يريد حقه وشاهدوا ذلك أحاديث المفلس وأحاديث كثيرة ونصوص كثيرة أحاديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة فيأخذ الناس من حسناته الذين ظلمهم ثم تفنى حسناته فيطرحون عليه من سيئاتهم ثم يطرحوا في النار لماذا؟ لأن هذه الحقوق الله عز وجل يحكم فيها بين العباد حقه سبحانه وتعالى لبنيه على المسامحة يسامح سبحانه وتعالى ويعفو ويغفر ويستر لكن حقوق العباد إياك إياك لأن الإنسان يوم القيامة سيحاسب على نفسه وسيحاسب على غيره يعني على حقوق الناس سيحاسب على أولاده على زوجته كلكم مرأة وكلكم مسؤولة مرأيته فعلى الأقل أن يعني يسلم الإنسان من الثانية يأتي وليس له كما قال عمر لما حضرته الوفاة وأيقن بالموت قال وديدت أني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي يعني تعادل يعني كفافا لا لي حق أطلبوه من الناس الله يسمح في الدنيا الآخرة ولا علي يجي شيء ناري يقول يا ربي أكلني ولا ضربني ولا أخذ مالي ولا 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 فهذا يلخص عمر يلخص الآن هذه القصة وديدت أني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي فاحذر يا عبد الله أن تأتي يوم القيامة وعليك حقوق حقوق المستضعفين حقوق الضعفة الذين شدد النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حقوق الزوجة حقوق الأولاد حقوق اليتامة الجيران حقوق العظيمة الوالدين هذه خطيرة جدا لأنه قد تنفك من الأولى وهي ما بينك وبين الله لكن هذه ليس فيها إلا يوم يفر مرء من أخي أمه وأبي وصاحبته وكل مرء من أم يومئذ شأنه يهنيه ما كنش يوم القيامة الله سبح كل يريد أن يفك نفسه وفكاك نفسه وخلصها من النار فهذا تنبيه عظيم من هذا الإمام جليل في هذه المسألة هي مسألة حقوق المعاصي وفي هذا المعنى أيضا ما رواه محمد بن المطرف قال دخلنا على أبي حازم الأعرج لما حضره الموت رحمه الله تعالى فقلنا يا أبا حازم كيف تجدك يعني كيف حالك قال أجدني بخير وهذا أدب ينبغي أن يتخلق به المسلم أدب مع الله وهو أنه دائما يقول الحمد لله دائما بخير لا يشكي للناس ولا سيمة والآن على فراش الموت يعني المريض العادي يعني يحكي لكل الناس مريضت ووقع لي وحصل لي وذهبنا والحرارة وهذا على فراش الموت وهو يقول بخير يعني الحمد لله كلمة ينبغي ألا يعني يفطر الإنسان عن تردادها وذكرها قال أجدني بخير قال أي سائل يعني أبو حازم سلم بن دينار قال أجدني راجيا لله حسن الظن به هذا تأكيد لما سبق يعني إن كنت في هذا الحال سأرجو شيئا فإني سأرجو الله يعني أرجو من الله المغفرة والحسن الخاتمة وأنا حسن الظن بالله ومن كان حسن الظن بالله فالله يكرمه ثم قال سلم بن دينار إنه والله يعض أصحابه وهو على فراش لموته إنه والله ما يستوي من غدا وراح ذهب ورجع يعني ذهب في أمر وفي شؤونه يعمر ماذا يفعل في غدوته وروحته قال يعمر عقد الآخرة لنفسه فيقدمها أمامه كي يعمل أعمال الآخرة لنفسه أي يقدمها بين يدين لها عز وجل حتى يجدها يوم القيامة قال فيقدمها أمامه قبل أن ينزل به الموت قبل أن ينزل به الموت حتى يقدم عليها فيقوم لها وتقوم له هذه الأعمال الصالحة التي قدمها يقوم لها فرحا بها وتقوم له تشفع له يوم القيامة وتدخله الجنة قال والصنف الثاني غدا وراح هذا يشهد لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقا ومبقها قال ومن غدا وراح في عقد الدنيا يعمرها لغيره بشير نفسه لأنه بشي عمر الدنيا يخصو عشرين سنات علي تنسانا بشي يوصل من اللي كي وصلك تقول له الموت بسم الله هاجي فهو عمرها لمن؟ لنفسه لا لغيره للورثة أو لغير الورثة يعني للأقارب ويرجع إلى الآخرة لا حظ له فيها ولا نصيب ما له في الآخرة من نصيب فرق بين هذا وذاك ذاك عمر آخرته ولو بذهاب دنياه وذاك عمر دنياه بذهب آخرته نعمر دنيانا تخريب ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع نرقع دنيانا بتمزيق ديننا بتخريب ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع فهذا لا حفظ على دينه ولا استنفع من دنياه جمع الورثة وذاك عمر آخرته والدنيا حقه فيها ونصيبه فيها لن يضيح نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبركة عن نبينا محمد وآله والحمد لله